السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج النهار تراندينغ والذي نرصد من خلاله أهم ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات لا قد ترواجا كبيرا على الفيسبوك يوتيوب وكذلكاتويتر مشاهدينا نستهل حلقتنا لنهاري اليوم لنهار تراندينغ بموضوع أحدث ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار ولاة الجمهورية في بعض ولايات الوطن تعليق تسجيل عقود الزواج مؤقتا وهذا كإجراء احترازي لتفادي تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 من خلال تعليمات لمكاتب الحالة المدنية في بلديات هذه الولايات من أجل تعليق تسجيل عقود الزواج ولو مؤقتا لمنع التجمعات العائلية وكذلك إقامة الأعرس العديد من التعليقات التي صحبت هذا القرار أذكر فقط بأن هذه الولايات المعنية بهذا القرار باتنا، ولاية ميلا، بومرداسكي، دات لمسان وكذلك وهران بسكرة إضافة إلى ولاية جيجل العديد كما قلت من التعليقات التي صاحبت مشاهدين هذا القرار بين مؤيد ومرحب لذلك من أجل وضح حد لتفشي فيروس كورونا وهناك من تحفظ عن ذلك نستهل التعليق الأول بفريد الذي قال الصحة هي قبل كل شيء تعليق آخر من عند جلو الأوسيف يقول القضية هي قضية وعي المواطن ومدى حرصه على تطبيق الإجراءات الوقائية تفاديا لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 إلى تعليق آخر قاد يقول يجب غلق الأماكن التي يجتمع فيها الناس خصوصا الأسواق نختم بتعليق أبو إياد عبد الرحيم الذي كتب يقول الإجراء يهدف لتعطيل مصالح الشعب وليس لمنع التجمعات لأن عقد الزواج يقتصر على خمسة أفراد إلى ستة كأقصى تقدير والتجمعات التي نلاحظها في شوارعنا تفوق هذا الحجم بكثير ويختم مجرد رأي وفقط شكرا تعليقات متبينة كما قلت لكن أكثرها مرحبة وهذا لوضع حد لتفشي فيروس كورونا خاصة مع الأعداد الكبيرة لتفشي فيروس كورونا التي يتم تجيلها يوميا ترجمة نانسي قنقر